نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً حول جهود الدولة من أجل توفير مغزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية وأظهر تقرير نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021 حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمغزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل وزيوت بنسبة اكتفاء وصلت إلى 30% كمغزون آمن لمدة خمسة أشهر وأيضاً الأرز بنسبة اكتفاء وصلت إلى 100% تغطي لمدة 6 أشهر ونصف الشهر وأوضح التقرير جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً هذو وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي للسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة أكدت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع أهمية برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي بين مصر ودول العربية ودول القارة الأفريقية جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بفعليات الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وقالت الوزيرة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تولي مصر رئاسة مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لعام 2021 وحتى نعقاد الاجتماع القادم للمجلس شهر نوفمبر المقبل مشيرة إلى دور الهام للبرنامج في تشجيع وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بحث وزير البترول تارق الملة مع رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سومبل برامج التمويل للعام الحالي في إطار الاتفاقية المبرمة مع الحوكمة عام 2018 وأكد وزير البترول أن القطاع البترول يأتي على قائمة التمويل الذي تقدمه المؤسسة للهيئة المصرية العامة للبترول لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية مشيرا إلى أن التعاون المستمر مع المؤسسة منذ عدة سنوات يمثل نموذجا ناجحا في مجال التمويل بشروط ميسرة ومن جانبه أشهد الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالتعاون البناء مع قطاع البترول مؤكدا اعتزام المؤسسة تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية في ظن المتغيرات المتلاحقة التي تشهده الأسواق البترولية نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية التي تفرض ضغوطا تضخمية على أسعار البترول والمتاجات البترولية نظمت إدارة البورصة المصرية احتفالا بمناسبة اليوم المرأة العالمية وذلك تقديرا لدوء المرأة الفعال في القطاع الحكومي والخاص وشهد الاحتفال افتتاح جلسة التداول بحضور وزيرة التجارة والصناعة نبين جامع وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة حيث تم تكريم عدد من السيدات العاملات بالبورصة تقديرا لجهودهم المصرية لها قدرة دائمة على الابتكار وعلى التحمل وهي صمام أمان لكل البيوت المصرية وتنقل ده من البيوت المصرية للعمل بقت موجود المرأة في مجال العمل وخاصة في مواقع المسؤولية وخاصة في ملفات لم يعتاد عليها أن سيدات تتوليها بنجد الكثير من الإنجاز وكثير من النجاحات أهمية هذا اليوم هو التأكيد على الجهود التي بتبدل سواء على مستوى الدولة المصرية وهي كثيرة من أول تمثيل المرأة المصرية في البرلمان المصري تمثيل المرأة المصرية بصورة كبيرة جدا على مستوى الحكومة المصرية تمثيل المرأة المصرية على مستوى القضيات المؤخرا تعلق المنصة القضائية في جمهورية مصر العربية في خطوة تاريخية الحقيقة احنا في الاكديمية الوطنية للتدريب عندنا مشا مختلفة عن احنا نكون مجرد مكان للتدريب احنا ويبليف في الترانسفورميشن ويبليف ان احنا لنا دور في اهداف التنمية المستدامة اللي منها تمكين المرأة وده طبقناه بالفعل على الارض بوجود 47% من العاملين بالاكديمية من النساء بحرص على تمثيل عادل من خرجين ومتدربين الاكديمية عشان يوصل عددهم حوالي 52% من مجمل اعداد الخرجين ومتدربين بالاكديمية انات البورصة المصرية التعملات على تراجعا جماعيا للمؤشرات بدغوط مبعات المتعاملين لجانب ترجع رأس المال السوقي بنحو مليارين واربعمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 678 مليار جنيه اما على صعيد المؤشرات ترجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 58 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 10.419 نقطة كما ترجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 من متساوى الأوزان بنسبة 29 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 1836 نقطة وهبط مؤشر اي جي اكس 100 متساوى الأوزان بنسبة 42 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 2772 نقطة الى اسواق العملات حيث تبانت اسعار العملات امام الجنيه المصري ليسجل الدولار الامريكي نحو 15 جنيه و 66 قرشا للشراء و 15 جنيه و 75 قرشا للبايع اما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره الى 17 جنيه و 15 قرشا للشراء و 17 جنيه و 26 قرشا للبايع بالنسبة لسعر الاستليني وصل سعره الى 20 جنيه و 42 قرشا للشراء و 20 جنيه و 55 قرشا للبايع اما عن اسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الامراتي الى 4 جنيهات و 26 قرشا للشراء و 4 جنيهات و 29 قرشا للبايع أما بالنسبة لسعر أريال السعودية فوصل سعره إلى 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع في أسواق المعادن النفيسة هوى البلاديوم أكثر من 16% مسجلا حوالي 2353 دولار للأقية كما انخفض سعر الذهب العالمي مسجلا نحو 1955 دولار للأقية على الصعيد المحلي سجل جرام الذهب يار 18 نحو 755 جنيه بالنسبة لعيار الذهب 21 وصل سعره إلى 881 جنيه وهو الأكثر مبيعا أما بالنسبة لعيار الذهب 24 فوصل سعره إلى 1006 جنيهات وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 7048 جنيه في أسواق النفطة العالمية هبطت أسعار البترول أكثر من 8 دولارات للبرميل أثناء التعاملات بينما يعلق المستثمنون آملهم على جهود ديبلوماسية بين أوكرينيا وروسيا لإنهاء الأزمة ترجعت عقود خامل قياس العالمي مازيك ترينت لأقرب استحقاق لـ 8 دولارات و 19 سنتا أو بنسبة 27 و 28 من 100 بالمئة ليصل إلى 104 دولارات و 49 سنتا للبرميل كما هبطت عقود خامل قياس الأمريكي غرب تاكسيس الوسيط لـ 8 دولارات و 74 سنتا أو بنسبة 8 و 2 من 100 بالمئة مسجلا نحو 100 دولار و 65 سنتا للبرميل في أسواق المال الخليجية أغلقت البرصات على تراجع ووصل المؤشر السعودي خسائره للجلسة الربيع على التوالي مع نزول أسعار النفط هبط المؤشر السعودي 9 من 10 بالمئة مع نزول سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 1.6 من 10 بالمئة قسر مؤشر أبو ظبي 1 بالمئة متأثرا من خفاضي 1.9 من 10 بالمئة كما هبط مؤشر دبي 1.4 من 10 بالمئة وكان الأكثر تضرورا في المنطقة بعد تأثره بتراجع أسهم القطاع المالي وفقت وزارة المالية الروسية على إجراء مؤقت لسداد ديون بالعملة الأجنبية محذرة من أن المدفوعات ستتنبهم بالروبل إذا منعت العقوبات البنوكة من الوفاء بيديونها بعملة الإصدار وأدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الهجوم على أوكرينيا إلى عزلها عن قطاعات رئيسة من الأسواق المالية العالمية وجرى عزل العديد من البنوك الروسية عن شبكة المدفوعات الدولية سوفت الأمر الذي يعوق نقل الأموال خارج روسيا ما تسبب في أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 ومن المقرر أن تدفع الحكومة الروسية 117 مليون دولار على اثنين من سندتها المقاومة بالدولار يوم الأربعة مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى للزملاء الاستكمال ما تبقى من السادسة؟ شكرا جزيلا لك فاطمة خليل شكرا جزيلا لك